السلام عليكم ازايكم? عاملين ايه يا رب تكونوا? كلكم بخير. ده الجزء التاني للحلقة بتاعة ابو بكر الصديق. اتمنى اكون الحلقة الاولى عجبتكم. ولو في اي كومنتات عايزين تحطوها او حاجات عايزين تعرفوها اكتر عن ابو بكر فحطونا في الكومنتات. بحيث ان احنا الحلقة اللي بعدها نكرأ الاسئلة ديت ونجاوب عليها ان شاء الله. المرة اللي فاتت تكلمنا عن ابو بكر الصديق تكلمنا عن عنه هو قبل الاسلام. واتكلمنا عن الالقاب بتاعته. واتكلمنا عنه كفكره او او فلسفته من اتجاه الدين. هو كان شايف الاصناف ازاي. وعملنا اسقاط فاتملنا تكونوا استفدتوا. فالنهار ده بقى هنتكلم عن اول حاجة صداقة الرسول والسلام. يعني علاقتهم ببعض كنت عاملة زي قبل الاسلام. وبعد كده هنكمل ان شاء الله. ازاي حضرتك اخبار حضرتك ايه? ازاي كرور اهلا وسهلا. يا رب تكوني بخير. كل اسبوع وانت طيبة. وحضرتك طيبة. اه الحقيقة ان اه قبل ما اه رسول عليه الصلاة والسلام يدعو سيدنا ابو بكر للاسلام كان فيه بينهم صداقة. بحكم ان هما كانوا في نفس البيئة. في نفس المكان في مكة. فهما عندهم صفات كتير مشتركة مع بعض. اه انه هو اه سيدنا ابو بكر اه اخلاقه طيبة. وكريم. وبيتعمل مع الناس بالليم. ودي نفس الصفات اللي كانت بتوفرة في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكان شيء طبيعي ان الناس لما بتلاقي نفسها متقربة في الصفات بيرتحوا البعض. فكان فيه صداقة من قبل حتى فكرة الاسلام. الحاجات التانية المشتركة برضو بينهم انه اللي اتنين ما كانوش بيحبوا يشربوا الخمر. واللي اتنين كانوا شايفان الاسلام مش اه. ابدا. مش عبادة. برافو عليك. فالصفات دي كلها خلتهم قريبين الى بعض. شخصيات مرتاحة مع بعض. زي اي علاقة بين اي اتنين لازم تكون بتجمعهم شيء ما. فمن الاصل هي فيه علاقة صداقة. ايه اللي خلى بقى سيدنا امو بكر يصدق سيدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في دعوة الاسلام بتاعه. يعني اول ما دعائي الاسلام المعروف انه دخل على طول. ما اتنقش. ما سألش. ما فهمش. هو كده على طول. انت اقولك انا مسدق. لما نجي نرجع للجزء الاولاني في الحلقة السابقة على الاشبوع اللي فات. نلاحز ان هو كان مهتم بالعلم الاديان. وكان يسأل اهل الكتاب عن ايه اللي عندكو. والدنيا ماشي ازاي. وانتو شايفين ايه. واني ايه. يعني لما قالوا له ان فيه نبي سيرسل من عندنا يا من عندكو. فكأن اهنو نفسيا الى فكرة ان هناك نبي سيأتي برسالة جديدة. فكان كأن الرسول عليه وسلم هو منتظر لهزي الدعوة. كان امتى وفين ومن اللي هادوا اليها مش عارف. لكن اول من الرسول عليه وسلم دعاه. وكأنه كان ما ينتظر. فراح داخل على طول. عايزة اضيف حاجة بس ده تخيل. تمام? ده تخيل. عشان ما حاش يجي يقول حاجة يعني. انا عايزة اتخيل شعورك انا عامل ازاي لما اعرف ان صاحب يعني صاحبه وصديقه هو هو النبي المنتظر. يعني كده يعني كنوع من انواع التخيل. اه انا عايزة اقولك تخيالي انتي عايشة مع واحدة صاحبتك. اه. ومعجبة باخلاقها ومعجبة. وانتي من كتر ما بتحبيها. حسن انتي شايفة بصورة جميلة او. شايفاها شخصية رقيقة. شخصية مهزبة. شخصية متعاونة. شخصية بتبحش الاخرين. لو لو سمعت منها كلام حلو حتى ادعى بوزشان حلو. تشغل في مكانة. في اي سفرة مكان جميل. يعني مبكر قلبه نقي. فالفرح للصاحبه ان هو ده اللي طلع النابل منتظر. تحسي كأن يعني السعادة فوق السعادة. ايو. لانه هو قلبه جميل. عارفة القلبه باحش بقى كان يحقد. غير او. يعني هو. ويعني في ايه اكتر منا طي انا انا كمان مهزب وانا كمان بحب يعني انا كمان ببحث بالاديان انا كمان مش بحب اعبد الاصنام. اه. شمانا ده يعني. فهنا النقاء بقى. شوف كل ما تبقى. فهو كبان سيدنا مبكر مخلط الى يومنا هنسح. لان انا اصلا ده اقولك يعني يعني هو هو مخلط لانه كان هزي صفاته. ازان احنا لو خدنا هزي الصفات. وبقين قلوبنا حلوة بنحب البعض الخير. والله هنرتقي. حتى لو هو بقى الاول حبقانا التاني. حبقانا التالت. او انا ممكن اكون الاول في حاجة تانية. يعني هو مش لازم اكون الاول في نفس الحاجة. برافا عليك صحي كده. يحصل تكامل. فا اصلا ده اقولك كل ما كانوا قلوبنا نقية طاهرة. متقبلة. ما حكم الله علينا. وما كتباه الله لنا. هنلاقي نفسينا طويسين وحلوين. ونرتقي. طيب. الرقيب ما بيجيش مجانة. بنقاء القلب. طيب عاينين بقى نتكلم. نسقط بقى قبل ما ننقل على النقطة التانية ان شاء الله اللي هي بتاعت. او بقه بعد الاسلام. نتكلم في نقطة الصداقة. يعني بنسمع علاقات كثير جدا. اتنين صحاب قوي وفجأة الدنيا بازت ما بينهم. او او مسلا انا مصاحب الناس. مسلا مش مفتاح معاهم. انا مش حاسس ان انا مفسوط. طب على كمل ولا ما كملش. او ايه مسلا لو انا هحط قصص للصداقة عشان تبقى نكحة وتبقى مصمرة. ايه الاسس ديت. احطر اساس حب الاخيك ما تحب لنفسك. اذا وصلنا الى هذا المعنى وطبقناه. انا دي القلوب النقية اللي بنتكلم عنها. اللي كان يتصف بس سيدنا ابو بكر. قلب نقي. اللي اتمنى لنفسي اتمنى لصحبي. هو جات لي بقى جات لصحبي مش هتفرق معي. ام. انما اللي انا نقول النهاردة تبتكلم ان العلاقات دلوقتي بقت شديدة. انا مش عايز اقولك بين الاصحاب. لا ده بين الاخوات احيانا. ان ده حقيقة. الغيرة. اش معنى? وليه هو? واحد شاطر في كزا. فربنا رازق شغلانا عمل فيها شطرته دي. واحد شاطر في اللغات. قام اشتغل في مجال السياحة. قام بقى كويس. بغير منه ليه? طب ما بشتغل في حاجة على ان احنا ننمي ونطور نفسنا. لحقيقة. اللي نفسها اقولها لكل الناس. سيب اللي ناجح ناجح ودور على. انت عندك يعني مبرر للنجاح. انت عندك كفاءة للنجاح. بس انت اهملته بالانشغال بالناس. عن اخرين. مهمة او يا نور. نفسنا تتصلح بين الناس. لان فانها العلاقات فسدت. يعني بقولك مش بين الاصدقاء اللي بيبقوا عايشين مع بعض سنوات وعمر بحالها. لا. ده بين الاخوات. لت واحد غاني شوي. تغير. عن اختها تغير. اه. اغيرانا منها. واحدة ولادها شاطرين شوية في المدرسة. عن اختها تغير. واحد اشتغل شغلانا بوزيشن كويسة او بياخد مرتب كويس. عن اخوه يغير. وابح فتح حتى كشك. واشتغل وربنا ماشى الامور والفلوس بقت اكويسة. يغير. انا مش عارفة يعني. طب ما تخليك في نفسك. ما تطور نفسك انت. بدل ما تحط كراهية لاخوك وازي تعطله وازي تتكلم عنه وحش. عشان انت حسين انه التحسن عنك في حاجة. طب ليه? بتنشغل بنفسك. انت عندك حاجات حلوة. الناس مش مشغول عنها. مشغول الاخيك ما تحب لنفسك. لو عملنا كده كلنا هنبقى حلو. وعلى فكرة هو اخوك يدلك. يعني ازا كنت انت مش شايف في نفسك الصفة اللي تخليك انت كمان ناجح ولا ما. ممكن اخوك اللي انت هتزعل منه ده عشان ناجح. ممكن يقولك طب ما انت عندك كزا ما تعمل كزا. تطول عمرك اشتر مني في كزا. ما تركز فيه. طب. في حاجة تانية برضو نقطة الصحاب. آآ يعني موقف حصل لي انا. ان آآ. وانا صغيرة كنت دايما بختار الناس على يعني انا انا كنت انطوائية. فكنت قررت ان انا يكون لي صحاب. تمام? فكنت بختار ناس معينة. انا عايزة حد مسلا انا مسلا ايا كان بقى الفاطرة دي ما كنت شو بسمع اغاني. هو الحمد الايا الاغاني اصلا حرام يعني. بس بجدل الموضوعي. بس انا كنت بختار ناس ما بتسمعش اغاني. لان الصاحب صاحب. يعني اقول لي انت اقول لي انت اقول لي صحابك مين هقولك انت مين. فكان اول حاجة كان بالنسبالي ا اختار ناس قريبين من تفكيري. قريبين من الحاجة اللي انا عايزة اكون فيه المستقبل بيها. ان انا اكون حد ملتزم ان انا اكون حد آآ كويس او كده. فمش هروح اصاحب ناس تانية بعيدا عن ده. مش هتعيني. بعد كده لما جبرت شوية بدأت ان انا صاحب ناس وانزل واروح واجي معاهم. بعد كده اكتشفت ان آآ ان الصحابية مش ان احنا نعمل زي بعض او نبقى زي بعض بحاجات كتير او اهتماماتنا مشتركة لا الصحابية كمان مهمة جدا في نقطة العقيدة لو واحدة عقيدتها يعني ضاعة ما جيش اقول لا انا انا هصاحبها واحنا وهصلحها واعمل لا انت مش مؤهل لده عقيدتها انا حاول نقلل الكلام معاها او كده هو لان واحدة واحدة من غير ما انت تحس هتلاقاها سحابتك او سحابتك لده للحاجة ديت جا لي موقف ان انا اا اا كان فيها واحدة يعني اااا الحاجات بتاحها بلا ايه اللي ايه اللي ايه اللي فلما باجت اتكلمت معاها او كده هو فقامت قالت لي اا ده ضد حبيرتي حاجة زي كده فانا قطت لها امتى حتة القماشة دي هتبقى ضد حبيرت حد يعني مش مش كده فالمهم لما اتكلمنا او كده قالت لي بصي يعني قولوا اللي انتوا عايزين وانا هعمل اللي انا عايزة فاللي هو انا بعدت مش عشان هي عملت كده لأ هي والله لو عايزة تمشي من غير المردوم عادي بس ما تجيش تقول ان ده مقيدني او دعا مني او ده خانقني قولي مثلا مش عايزة تبس الوقتي قولي مش مقتنع بي دلوقتي قولي مش عارفة ايه بس ما تقولش ان ده في حاجة معروفة عن البشر عموما ان الشيء اللي انا مبقدرش اعمله بدل ما عايزة في نفسي عجزي ان ما عايزة عارفة اعمله عايزة فيه هو شخصيا فيه كان حدوتة صغيرة ملخصة ان فيه تعلب كان بيحاول يجيب عنب ولا انا كان عالي عليه ومش قادر يوصله فبدل ما يقول انا مش قادر اوصل للعنب اللي هو كان عالي عليه قوي قال لا انا مش عايزه ده اصلا مر فبرضو اللي مش قادر تلتزم بالحجاب لان هي عايزة تبين شعرها او تبين جسمها او ايا كان اللي عايزة تبينه هي الحقيقة من جوها عارفة انها حجيب حاجة ده بس هي عندها افكار تانية كمش قادر تلتزم الافكار اللي بيجي لها معونة حب الله لازم نعرف ربنا بيحب الناس ازاي اذا اعانك على طاعة هو احبك ازا صرفك عن الطاعة ولها والقلب بقى ملي عنها يبقى ده صرف نظره عنك هو عملش فيك حاجة بس خلاص مش انت العبد اللي عايزه ايو انما احنا بقى لو قلبنا اتصرف شوية يقول لا لا يا رب ما تجعلناش من دول ما تجعلناش من النوس المصروف عنه نظرك وعنايتك ورعايتك لان ربنا اذا احب عبت سهلا حبيبه في العبادة حبيبه في الطاعة وكمان يسرها عليه فمن ضمن القصص ان انت اختار الناس اللي قريبة منك فكريا ما جيش تختار ناس بعيد عنك فكريا وتقول انا هصحبهم وهم كويسين لا الفكرة مش كده الفكرة اعمق من كده لانها حياة وعايزة اضيف عايزة اضيف ولا تجامل صح غلط غلط يعني مثلا وقت الصلاة مثلا رايحين نصلي وهتقال لا لا الصلاة ايه جماعة ده احنا فيه فيلم جميل او تعالوا يلا اتفرج عليه ده هيخلص هتروح نصالوا على ما تخلص الصلاة يكون الفيلم نص راع انا اضيع مين فيهم نص الفيلم ولا اضيع فرض لا طبعا عشان صاحبي ما ايه ايه خلاص كلكو هتروح وخلاص طب والله ما انا عارفكو تاني اه لا بنقس منك خلاص اه صح بس الوقت ما يكونش فز في الكلام يعني لا هو مش لازل كده هقول هنقول والله احنا هنصلي ونرجع لك مثلا مش مطلوب نكون حفظ يعني اخلاقنا برضو هتقول شي كده دينا ما بيقول شي كده ولكن هنقول له ايه لكم دينكم انت مش عايز مش مهتم بفرض الصلاة بس احنا مهتمين او على الاقل انتو مش رد مش عايزين بس انا عايز فانا هاروح وارجع لكم لا هتكون هتكون هاتكونش خلاص ايه اولويات ايه احاجة اسمها فقها الاولويات اتفضل اكيد شوفنا ناس مثلا ما كانتش مثلا بتصلي وفجأة لقناها تصلت والتزمت هتلاقي ده صاحب هتلاقي صاحبة كوي هتلاقي واحدة مثلا في حاجات كتير ما كانتش مهتمية بيها مثلا وتلاقي استحبتها بتعملها مثلا طبيق مثلا حاجة بسيطة هتلاقي اهتمت وعملت فسبحان الله يعني اهم من انت قلت لها الصاحب صاحب يعني كلمة مزبوطة فده اللي خلى زي ما يكون فيه زي كيميا كده ما بين رسول الله وسلم أو بكر الصديق ان هم بيكملوا بعض او اعانوا بعض ان الدعوة تنتشر وكده ان ما كانش فيه غيرة ان هما كانوا متوفقين في الافكار متوفقين في الصفات كل واحد كانت اخلاقه عظيمة فده زي كأنها مقومات كده هوت لو مشينا عليها الحياة هتبقى احسن طبعا اكيد واكيد ان الحياة علاقتهم ببعض افادت سيدنا ابو بكر وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لان هو كان يعني بيوعين الرسول عليه الصلاة والسلام وكان بيدعو الى الاسلام هو وزي ما احنا قلنا عشان هو سفره كتير وما عارفه كتير فده خلى عملية ان هو يعني يدعو الى الاسلام مع الرسول عليه الصلاة والسلام سنة كبير كان فيه نقطة حاكم انت عايزة تقوليها في نقطة السفر بالنسبة للسفر احنا دلوقتي ما علناش مبرر ان احنا ما نسافر احنا ده نسافر عن انترنت ازاي يعني تدخلي على تكتبي بس على جوجل الدولة اللي انت عايزها وتعجيلك كل اخبارها بصورها بفيديوهاتها بتاريخها باقتصادها بملابسهم بطريقة عبادتهم اذا كانوا بيعابدهم مثلا حاجات مختلفة يعني عايزة اقولك اضاق الحاجات ممكن تجي بيها بس تكوني حايزة تعرفي وكل ما هتعرفي هتلاقي نفسك انت مبسوطة بحالك لان فيه ده بلاش ننبهر بكل ما هو ملون يعني ان الشعوب الملونة دي مش شرط يكون هما الافضل لا بالعكس بهم يعيني بيعانوا من حاجات كتيرة جدا يمكن انا هنا شايفة وسامعة مشكلهم عاملة ازاي يعني عدو كمان حاجات الحقيقة الحمد لله انا مش عندنا يعني العلاقات بينهم اه طبعا فيه حاجات جفة جدا ووحشة جدا يعني بصراحة احنا اسلامنا نعم طبعا متحبين متعاونين ما فيش حاجة اسمها ما ليش دعوة بل جنبي هما لطفاء طول ما انتي لابتأذيهم ولا حاجة اه لطفاء لكن اول ما المصالح تتعرض انه عندهم قسوة ربنا يكفينا شعبهم اه اه الحقيقة يعني فاحنا لازم نحمد ربنا ان احنا ربنا خلقنا صحيح يمكن عندنا مشاكل كتير بس مش بسبب الاسلام بسبب انفسنا بسبب انفسنا تطبيخ الخاطئ اه يعني بعض الناس اللي ما بيتقوش الله في يعني تنفيذهم للأوامر والحاجات دي كلها دول ربنا حينغسبهم لانهم ما بيأثروا على الناس اللي تحت إيديهم لكن احنا راضين ومبسوطين وقال لحاجة المسلم بيبقى مبسوط بيها ورادي ربنا خليه جنيتك في قلبك زي بيقولوا الرضا هي الجنة والقبول والاستسلام لقضاء الله جنة صح لو فقدناها ضهنا نا صح حقيقة سالرسول عليه الصلاة والسلام استقته لسيدنا أبو بكر منفعة متبادلة عبد للإسلام سيدنا أبو بكر وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موه بقى ملد دنيا مش هنقول بقى على سيدنا أبو بكر بس علينا غير النهاردة أيها أكيد صلى الله عليه وسلم أبو بكر بعد الإسلام أبو بكر بعد الإسلام كان أول واحد يخطب دعوة للإسلام وده خلي المشركين يسوروا عليه على سيدنا أبو بكر وضربوه ضربوه جوا المسجد المسجد وضرب كان شديد جدا لدرجة أنه وشه تشوه ضربوه بالنعلين يعني بالنعل يعرف يعني إيه لدرجة أنهم يصدوا يضربوا على وشه أكزاك أهانة أهانة وعشان يبطل طبعا فيه ناس نزل على بطن أبو بكر حتى يعني يضغط عليه وعلى وشه عشان يشوهه خالص جاء بانو تايم يعني يتخانقوا معهم تم تشكيل بعده عن سيدنا أبو بكر وبانو تايم حاملوا أبو بكر في ثوب كده بغتل ما دخلوه منزله ما هو أول من داعي للإسلام ما هو أول وحب ما نخلي بالك أول من آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام من الرجال أبو بكر سيدنا أبو بكر وتصوري بقى يعني فأبو بكر على طول راح داعي للإسلام في المسجد راحوا إيه ضربينوا ضرب ده والدرجة من كتر ما ضربوه تخالهم ممكن يكون مات بنيوزك يا الضعيفة جدا أه أبو تايم دفع عنه لأنه هو منهم فقالوا والله إن مات أبو بكر هنقتل عدب بن ربيع اللي هو كان ضرب لكن لما رجعوا إلى أبي بكر لأوحي لأوحي وسندوه لحمد للإنب السلام فالعايزة أقول يعني أن شوفي أول حاجة عملها إيه في الإسلام شفتي شفتي دعمه للرسول عليه الصلاة والسلام عائد دعمه مطلق بصراحة مش بس كده أنا كمان كان من أغنى أغنياء كوريش بدأ أنه هو يشتري عبيد ويعتقهم كان من ضمنهم بلال بلال اللي هو قدم يعني هو مؤذن أول مؤذن في الإسلام وأنه هو قدم حاجات كتير جدا للإسلام فكانت فلوسه كمان كمان في الغزوات اللي احنا نتكلم فيها بعد كده هول بقى هو اللي بيساعد مقاونة الجيش لدرجة أن عمر بالخطف كان بيغير منه لأنه كان بيقوم سيب فلوسه كلها للغزوة عمر بالخطف كان يقول طب أو بقى عمل إيه كده كان زي كان فيه تنافس حل ما بينهم كان فيه سباة ده أنا نتكلم عنه إن شاء الله آه أنا نتكلم عنه كان سباة نزيز آه أنا أعيز أقوله أن سيدنا بلال كان عبد عنده أمية بن خلف أيها فأول أمية أمية بن خلف ما عرف أن سيدنا بلال دخل في الإسلام طبعاً هاج وصار و فعمل إيه راح أغضوا كده في الشمس في الدور بتاع الشمس في الصحر ومنع عنه الأكل والشرب يوم وليلة يوم بليلة ونيموا على ظهره حتى عليه صخرة الرمل الأول يعني ولما نيموا على الرمل الرمل كانت سخنة جداً لأن كانت صحرة والشمس حرقة فالأرض كانت محت يعني ملتهبة تقريباً ويتأمر الغلمان بتهن يخطوا صخرة على صدر سيدنا بلال وما كان من سيدنا بلال اللي إنه يقوله أحاول الإسلام يعني وتعبد في اللات والعزة هم يرد يقول أحد يعني ما عنديش إله تاني غير الله سبحانه وتعالى واحد فقط فطبعاً أبو أمية بن خلف فضل يعزبه يعزبه لغاية لما المعلومات دي وصلت لسيدنا أبو بكر فطلع يجري على سيدنا أبو بكر على سيدنا أمية وقال له طب ما تتقل له في الرجل ده هتفضل تعزبه لغاية إمتى أم قال له ما إمتى اللي زيك اللي أفسدوه علي ما كان عمدي كويس أم قال له طبعاً عندي فكرة إن أنا أبجلك يعني مش بس أشتريه أنا عندي واحد غلام أسود وأقوى منه وبيحب دينك اللي هو إيه حبشي إيه في إيه رأيك تاخده وتديني التعبان الجالبان ده الوحيش ده أم قبل بصرها حتى أعطقها يعني عايز أقولك إن يعني كان واقف واقفة جيدة مع الإسلام يعني الصحبية مش كلام الصحبية مواقف هو ده اللي أنا عايز أقوله برضو نرجع تاني للصداقة والصحبية مش أي واحد يروح وييجي معايا بإسمه صاحبي لا يعني في فرق بين الصاحب والصديق أنا بنكلم عن الصديق عشان كده سيدنا أبو بكر نقب بالصديق سيدنا يعني بيصدقني وبيقف جنبي ومش عايز مني حاجة خالص مقابل ده هو هو سندي صديق صديق بيبقى صديق أنا لما كن صاحبة واحدة المكان بيتشكك في كلامي ما تنفعش تبقى صاحبتي صح بحقيقة وده اللي عادي واحدة مثلا بتفشي سبي أو بتنقل كلام أو كده ما يفعش تبقى صاحبتي واحدة كل ما أجي أعمل حاجة كويسة ألاقيها تقعد تقولي كلام لا مش أحسن حاجة لا مريبا دي لا مش دي مصحبتني تغبطني عن ممكن تبقى غيرها أنا بس هي مش فهومة كده فما يفعش تبقى صاحبتي ما يفعش نقتة منها على بيتي وعلى وعلى أسراري وعلى كده والله يا نور أنا عايز أقول في حياتة لإدمان على البيوت والأسرار بشكل عام مش محبوب ده بيتك وأسرارك لبيتك صح يعني مطالب الزوج ما يفشيش أسرار بيته لأمه وأبيه وأخواته والزوجة ما يفشيش أسرار بيتها لأمها وأبيها وإخوتها فبالك بالصديقة والصديقة على الله النهاردة بشوفي الناس بيتكلمهم في علاقتهم مع بعض كسحوبية عن أدق أدق الأسرار الزوجية اللي بتحصل جوه البيت من واحد تديان في حاجة من تورط في موضوع من اشتروا حاجات جديدة يعني مش لازم كل حاجة تتقال الحلو مش بس الحلو ما يتقالش لا ولا هو حلو يعني نكون دقيقين في النقطة دي لأن مش أي واحد روحنا ونجينا معه وتحكنا معه وكلنا معه ونشربنا معه كفاية أن يكون صديق في صاحب وفي الصداقة الصداقة دي حاجة قوية جدا لا تقل يعني أنا هارفة ساعات الصديقة يكون أقوى من الأخ لو هو أقلفه هو يألفني لو هو أنا أقلفه وهو يألفني وطباعنا متقربة ومتشبهة هتلاقي ممكن العلاقة وصلت لأعلى من الأخ هو فهمني عشان هو دماغه زي كما زي وممكن بنقضي مع بعض وقت أكبر من أن أنا بقضي مثلا وقت مع أختي أيام كان بقى هي كانت فين صح خاصة لما أخوات بيكبرو وكل واحدة بتروح بيت الصديق بتاع العمل ده تقضي وقت طويل الجار بتقضي معاه وقت طويل ففيه علاقات يعني تسمح بإنشاء الصداقة ولكن ما تمينش إنها صداقة إلا بكذا دليل أيام وبرضو من الأفضل ما أقولش بيتي ما طلع عاش أنا بنصح ده يعني نور كتير لأنه في الحياة العملية بنشوف الناس اللي تكلمت عن ديوتها إيه اللي حصل فيهم العلاقة بين الرسول عليه الصلاة والسلام وسيدنا مبترة كانت علاقة راقية جدا رقية العلاقة يعني إحنا أصحاب آه بس مش لازم أكلمك عن أهل بيتي مش لازم أكلمك عن جوزي مش لازم أشتكي أشتكي لك من حماتي إلا إذا أعرفك وأعرفك جيد جدا وبتجروه مرة واثنين وثلاثة وعشرة ممكن بقى ما أخدشي تشكوى أقول قد فضى أعمل إيه لا ممكن كمان تأخذ رأي لو أنت في مكان ده يعني إيه صاحة تعملي ممكن أحا تشوفي اللي أنا مش شايفة بس ده مش لأي حد الحد آمنة منه جدا وأثق في تفكيره الحلوة أن الواحد لما يبقى عنده مشكلة يعني مثلا أنا عندي مشكلة أنا عارفة لو أنا قلتها لأختي هي مش هتفيدني بيها لأن ما عندهاش خبرة بس أنا لو قلتها مثلا لصحابيتي الفلانية هتبقى عندها خبرة فأنا ما حكيش مشاكلي إلا لله اللي أنا عارفة إنه هو هيفيدني بيها آه يعني مشاكلنا مش ترثرة مش حوادات مش قاعدة مجالس آه لأن ممكن حد يقول نصيحة تبوز الدنيا تماما ولأنه هو مش عارف الدنيا كلها والله غالبا يا نور اللي بشوفه إن كل واحدة بتسقط حياتها هي على حياتها صح؟ هي مش بتنصحك هي بتنصح نفسها جزها نخيل جزها بقيل مثلا بتنصح صحبتها أو حتى أختها حويشي حويشي منه اللي بر تخديمه عارفة زي أو مش لازم يعرف انت صرفتي كان بالزبط آه لأ هي مواربت بتجربة سيئة آه فأنا ماني بتجربتك يعني إنت تجربتك بتختلف عن تجربتي والظروف بتختلف عن ظروفي وجوزك يختلف عن جوزك ده حقيقة ما يلتحشك بتنصحبك إلا إذا كنت ست حكيمة وبتعرفي تقولي عشان كده لانت تكون يعني مش أي حد طبعا مش أي حد طبعا ساعات بقى الأهالي بقى عايزة تكارفة النقطة دي كمان الضرر لهالي لما بينصح أولادهم خلي بالك إن في منطقة عاطفية يعني الأم مثلا تزعل على بنتها مثلا لو جوزها أزاها وإنت تسكتله ليه هو فاكر نفسه يا ستة يدخلي دخلة خير أيها وله ماله كل الرجال يا الله أعلم كان زعلان من إيه أنه أعلم هو عايش مشكلة عاملة إزاي طب ما قاليش إن في مشكلة ما يمكن مش عايز يدعيك ويقولك يا طلعت منه عصبية يعني ندخل دخلات حميدة صح صح فعشان كده ما فيش الصدقة دي مش لأي حد ده العمر كل عدي يعني لو طلعت بصديقة أو صديق واحد كنز صح والله تي غنية لأن الصدقة أصل عملة عملة نتر نتر جدا الحقيقة صدقة الخالصة لوجه الله عملة عملة نادرة جدا جدا ربنا يجي على الرسول وقض ولينا في نقطة الصلاة طبعا طبعا وبعدين زي ما بقولك هو كان عامل الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني أجمل صديق لسيدنا عبو بكر يعني هو سيدنا عبو بكر بشر بالجنة قبل ما يموت حتى أيوة وكان هو تسمى عصيق نسبة أنه عطقوا من النار ثلاث أعطق من النار هو لسه حقي سبحانه يا ربي يعني ربنا يا ربي يكرمهم ويجعل ربنا ليهم في مزان حسناتهم الله أمين في طنط حاجة أعزت فيها؟ لا أنا نفسي أس من المشاهدين يعني لينا أو المستمعين لينا أسئلة تعليق شوي على الكلام يعني إحنا نرحب بهذا سواء حاجات نفسهم يضيفوها سواء حاجات معلومات يزودوها لنا أو يختلفوا معنا فيها مش مشكلة يعني ده كله يغني الفكرة كمان ممكن نعمل حلقة لو لدينا الأسئلة كتير وكده ممكن نعمل حلقة بس نرد على الأسئلة فيها فهتبقى حاجة تبقى روعة جميلة جميلة شكرا جدا لحضرتك أتمنى تكونوا استفدتوا وأتمنى مكروز ذقتوا مننا وكل واحد بقى ممكن يعمل زي منش كدهوة لصاحب اللي هو يعني صاحب عمر زي ما بيقولوا إن شاء الله المرة جاية هنكمل في مسيرة أبو بكر الصديق وهنتكلم عن حروب الردة مش هنتكلم قوي عن الحروب بس هنتكلم عن فلسفته في النقطة ديت أتمنى تكونوا بخير مع السلامة ألتك شكرا يا نور شكرا يا حاربتي مع السلامة